افتتحت مديرية الأمن العام مشروع التوسع والتحديث في مديرية العمليات والسيطرة 911 والتي جاءت ضمن مرحلة التطوير لدعم العمليات افتتح مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتم مشروع التوسعة والتحديث في مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام اليوم وأكد اللواء الحواتم خلال زيارته لمديرية العمليات والسيطرة أهمية الدور الذي يجسده المركز في الربط والتنسيق بين وحدات الأمن العام وتشكيلاته وكحلقة وصل ما بين الأمن العام وكافة المؤسسات الوطنية والخدمية وأشاد الحواتم بعمل المركز وجهود منتسبيه في تلبية نداء المواطنين وخدمتهم وتعزيز التنسيق والتكامل خلال كافة العمليات والواجبات اليومية والطارئة واستمع اللواء الركن الحواتم إلى إجاز قدمه مدير مديرية العمليات والسيطرة بيّن خلاله أبرز الواجبات والمهام والخدمات التي يقدمها المركز وأهم الأنظمة العاملة فيه لتلقي البلاغات والاستجابة لها وأنظمة الرقابة الإلكترونية والطائرات المسيرة وتقنيات التواصل الحديثة التي تم إدخالها واطلع الحواتم على المرافق والمعدات والأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تم إضافتها وتطويرها في مبنى المركز والتي جاءت ضمن مرحلة التحديث والتطوير لدعم العمليات